أعبر عن ساعدتي بزيارة محافظة أسوان برفقة عدد من زملائي السادة الوزراء وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هم بيشوفوا فين فرص العمل المتاحة وبنان عليها وممكن بياخد قرار انه بيغير بعد ما بيتخرج بيغير التخصص بتاعه وبيجي يتأهل من خلال الدورات التدريبية ويتعلم فكرة البرامج الخاصة بتكنولوجيا المعلومات ويبدأ يشتغل مع شركات عالمية ودولية في هذا الشأن بعد ما تخرج اخد دورات تدريبية متخصصة واهل نفسي في مجالات يكون فيها فرص العمل اكتر الحقيقة انتقلنا بعد كده لمحور مهم جدا بالنسبة لأسوان والسعيد وهو بديل خزان أسوان وده محور مروري مهم جدا هو مش مجرد كبري على النيل خزان أسوان بقاله اكتر من 120 سنة مبني وكان يعني الحقيقة العرض بتاعه فوق وده كان بيعتبر محور مروري بيخدم مدينة أسوان لا يتجاوز حارة وحارة حارة في اتجاه وحارة في اتجاه والخزان طبعا نتيجة لقدمه ما بقاش حتى يعني يقدر انه هو يستوعب الحركة الكبيرة المتزايدة في هذا الشأن واحنا محتاجين ان احنا نرممه ونرفع كفاقته الاهم ما كانش بيعدي عليه عربيات نقل وبتالي بضايع وحركة التجارة كلها ما كانتش بتحصل انها تتنقل من فوق الخزان كان البديل الوحيد الكبري الملجم في أقصى شمال أسوان وده طبعا عشان العربيات النقل بتتحرك ليه 40 كيلو يعني بتبقى المسافة عشان ينتقل من شرق إلى غرب النيل هذا المحور مش فقط انه هو كبري زي ما قلت بديل للخزان ولكن ده محور حيربط من برنيس على البحر الأحمر ومرورا بأسوان ثم انه يقدر انه ينقل بعد كده إلى تشكى مرورا بمنطقة أبو سنبل فانا بتكلم على محور تنمية سياحي وتنموي ويخدم الزراعة والصناعة اللي هتبقى موجودة على هذا المحور المهم انتقلنا بعد كده يمكن لي يعني زيارة دايما بتبقى زيارة محببة على قلبي وهي مشروعات حياة كريمة ويمكن قبل ما ندخل لقرية فارس في مركز كومومبو احنا عدين على واحد من مشروعات القطاع الخاص المهمة جدا في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة الدولة المصرية النهاردة حتى خطة واضحة جدا لغاية 20-30 انه يبقى على 20-30 يبقى 42% من الطاقة المنتجة في مصر في صورة طاقة جديدة ومتجددة كان احد هذه المشروعات اللي عدينا عليها النهاردة شركة دولية غير مصرية هي اللي بتعمل هذه الاستثمارات بتقترب من 180 مليون دولار حتنتج 200 ميجا ان شاء الله في شهر ابريل القادم حيبدأوا يخرجوا للانتاج وبالتالي كل ما بننتج هذه النوعية من المشروعات مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة كل ما بنقلل اعتمادنا على الغاز وعلى المزوت وعلى الوقود الاحفوري في انتاج الطاقة وكل ما يدينا فرصة ان احنا نوفر الوقود الاحفوري عشان نقدر نصدره ونجيب عملة صعبة دخلنا على الحقيقة على قرية فارس وكنت حريص على زيارة عدد كبير من المشروعات اللي موجودة في قرية فارس ووقفنا مع المواطنين واستمعنا الى بعض الافكار الخاصة بالمشروعات اللي بتتعمل هناك ويمكن انا يعني بنتهز الفرصة ان احنا اشكر كل الشباب الجميل المتطوع في مبادرة حياة كريمة في كل قرية النهاردة في كل حتة في مصر بنلاقي يعني مئات من المتطوعين في القرية نفسها من شباب القرية بيشتغلوا بدون مقابل علشان يحققوا النجاح في هذا المشروع الكبير وشوفنا يمكن زورنا العديد من المشروعات في هذه القرية انتقلنا بعد كده يمكن لموقف غرب كومومبو وده موقف اقليمي مهم جدا عشان المواقف العشوائية اللي موجودة جوه مدينة كومومبو تتنقل في هذا الموقف الاقليمي للأوتوبيسات والميكروبسات والعربيات والأجرة عشان يبقى بنخفف الضغط عن داخل المدينة ويبقى هذا الموقف يخدم كل المنطقة المحيطة يمكن هنا اخيرا المكان اللي انا كنت حريص ان انا قاب فيه ونكلم منه هو المركز الحقيقة الجديد اللي بيتعمل لشتلات زراعة القصب وهنا يمكن عايز اقول حاجة مهمة جدا معالي وزير الزراعة الحقيقة كان عرضها على فخامة الرئيس من قبل ان احنا نبدأ ازاي نعمل طفرة نوعية في زراعة وانتاج قصب السكر القصب السكر احد اهم المحاصيل الاستراتيجية وحيظل احد اهم المحاصيل الاستراتيجية اللي مصر بتعتمد عليها في انتاج السكر مشكلتنا دايما ان احنا كنا بنزرع بطريقة تقليدية اللي هي الزراعة بالغمر القصب بيقعد في الارض لغاية خمس سنين من غير ما بيحصل ليه تغيير في الشتلات ولا اي كلام من الحاجات دي فالنتيجة اللي مع مرور الوقت الانتاجية بتاعت الفدام بتقل وممكن يحصل ان يعني العديد من العقل يعني زي ما بنقول بتموت او بتفسد ما بينفعش الفلاح يقدر ان هو يغيرها فكانت الفكرة يمكن اللي احنا طرحناها ومعالي وزير الزراعة تبناها ومعانا هيئة تنمية الصعيد وهو عمل هذه المراكز المركز ده زي ما حضراتكم شفته احنا بنطلع الشتلات اللي تقدر وتمكن الفلاح ان هو يزرعها بطريقة حديثة الاهم انها بتاخد مية اقل كتير جدا في عملية الزراعة والانتاجية ولكن الاهم ان المحصول تقريبا بيتضاعف ودي شيء مهم جدا يعني اذا كان الفلاح النهاردة بيطلع متوسط 30-35 طن من الفدان بالطريقة التقليدية احنا ممكن نصل الى 60-70 طن في الفدان الواحد للفلاح من خلال هذه الالية والنموذج الجديد اللي احنا بنشوفه ان اللي بتتحط العقل في الارض بالفدان بطريقة معينة بيحصل راي بكميات مية قليلة جدا وبيبقى عنده الفرصة ان لو حتى عقلة او شتلة ماتت يقدر ان هو يستأبدلها من غير ما يبقى يستنى لغاية لما الموسم ويحش القصب كله علشان يبدأ يفكر في التغيير الموضوع ده ان شاء الله احنا عندنا هذا المركز في كومومبو وعندنا مركز اخر 10 اضعاف هذا المركز في وادي السعيدة علشان ننتج بيه الشتلات الكافية لزراعة ان شاء الله والتوسع في الزراعة الحديثة لاصب السكر احنا ان شاء الله لسه حنكمل بقية الجولة في الفترة الجاية لغاية ان شاء الله ليلا في العديد من المشروعات الاخرى للقطاعات المختلفة وان شاء الله نبقى مع حضراتكم شكرا جميعا شكرا جميعا